واحد من الفنانين الشباب اشتهر بأدواره المميزة في الدراما واللي اتحفرت في قلوب وذاكرة المشاهدين لدرجة انه مشهور بكوميكس متاخذ من جمل مشهورة ليه من أعماله الدرامية ومنتشرة على السوشيال ميديا خصوصا من مسلسل الحقيقة والصراب الفنان أحمد سعيد عبدالغاني قام بدور باسم إبراهيمة بالصعود في مسلسل الحقيقة والصراب بطولة فيفي عبد ويوسف شعبان وده كان سبب شهرته بين الناس وكان دوره عبارة عن شاب بيظهر في حياة فتاة مدللة اسمها منال واللي كانت بتلعب دورها مية عز الدين وبيقول ان ابن راجل أعمال سري جدا وبيضحك عليها ويتجوزها عرفي وبيسيبها بعد ما بيتفق مع صاحبه عادل عليها لكن في الحقيقة هو شاب فقير جدا كمان هو المعيل الوحيد لأمه المريضة وأخته الوحيدة اتولد الفنان أحمد في القاهرة سنة 1976 وتربى في عائلة فنية هو ابن الفنان الراحل سعيد عبدالغاني وخالته الفنانة الراحلة زهرة العلا درس في مدارس القاهرة والاتحك بكلية الحقوق وحصل على درجة الليسانس واشتغل في جريدة الأهرام بعد تخرجه اشتغل في المجال الفني وتنوع نشاطه ما بين الدراما والمسرح والسينما وجسد العديد من الشخصيات المميزة انطلق في مجال الفن من خلال مسلسل زينيا سنة 1997 وشارك في مسلسل أم مجلسوم سنة 1999 ثم توالد أعماله الفنية فيه كمان صلت أرابة بين الفنان أحمد سعيد عبدالغاني والفنانة إلهام شهين وأرابة بينه وبين الفنان أشرف مسلحي أحمد هو ابن أخت زهرة العلا واللي بتكون بنتها منال الصيفي متجوزة من الفنان أحمد مسلحي كمان قدم شخصية العمدة حدام بمسلسل سلسال الدم اللي جسده ضمن أحداث العمل بأجزاءه الثلاثة وسعى من خلالها أنه يقرب من الشخصيات والنماذج السعادية الفنان أحمد سعيد عبدالغاني متجوز من سيدة خارج الوسط الفني واسمها باتول وهي أم بنته الوحيدة للي لعب أحمد أدوار الشر وتميز وبرع فيها وكان من آخر أعماله ظهوره في مسلسل اختيار اتنين وكمان مسلسل اللي ملوش كبير مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العواضي أحيى الفنان أحمد سعيد عبدالغاني ذكرى رحيل والده النجم سعيد عبدالغاني الثالثة وعبر عن اشتياقه الوالده وكتب أحمد سعيد عبدالغاني عبر حسابه على فيسبوك ثلاث سنين من غيرك ربنا يصبرنا الذكرى التالتة الوفاة أبي وأخي وصديق الفنان والصحف الكبير سعيد عبدالغاني في الجنة يا رب إن شاء الله وحكى عن موقف الوالده الراحل سعيد عبدالغاني اللي غيبه الموت عن عمر ناهز 81 سنة الموقف اللي حصل خلال حرب يونيو من سنة 1967 لما كان الفنان الراحل بيعمل صحفي بالقسم العسكري بصحيفة الأهرام وخلال تغطيته الأحداث الحرب بتعرض لصدمة جديدة بعد رؤيته لجسس وأشلاء الجنود المصريين وقتل عدد من أصدقائه قدام عينين وبعد الحرب راجع عبدالغاني لبيته وفضل لمدة عشر تيام كاملة مش بيتكلم مع حد ولا بياكل ورفض من اللحظة دي ارتداء أي ألوان من ملابسه إلا اللون الأبيض لكراهيته للون الأسود اللي بيفكروا بالحداد على أصدقائه وبعدها طلب من الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام في الوقت ده نقله للقسم الفني وعدم إعادته للعمل في القسم العسكري وبالفعل حقق له هيكل رغبته وده سر كشفه حكاة ابنه أحمد سعيد عبدالغاني اشتركوا في القناة